فيلر يقبل اعتذار صالح جمعة ويضع شرطا لمشاركته مع الاهلي مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بحضرتكم من جديد اجتمع السويسري ريني فيلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع صالح جمعة صانع ألعاب القلع الحمراء خلال الأيام القليلة الماضية بعد عودة صالح إلى المشاركة في تدريبات الفريق وقالت تقارير الصحفية المصرية أن ريني فيلر أبلغ صالح جمعة بعد موجود مشكلة معه على الإطلاق ولكنه استبعده في الفترة الماضية لأنه غير ملتزم وسيفعل ذلك مع أي لاعب من أجل فرض الانضباط على الفريق التقارير أشارت أن فيلر أكد لصالح جمعة بعودته لتدريبات الفريق في الفترة الأخيرة بعد توسط أعضاء الجهاز المعاون له والتزامه بتعليماته كما أشارت التقارير إلى أن صالح جمعة أبلغ فيلر بتعلمه الدرس وسوف يلتزم مع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة مع القلع الحمراء يشهر إلى أن صالح جمعة لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم مع النادي الأهلي قبل التوقف بسبب فيروس كورونا بفرامان من ريني فيلر وفي النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك أما لو كنت بشاهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خصيط الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة